اشتركوا في القناة دعنا نذكركم اننا سوينا مجموعة كبيرة من الفيديوات شرحنا فيه اشياء كثيرة بخصوص الجهازين بلاي سيشن فور سوينانا تقريبا 11 فيديو ملتا تقريبا 55 دقيقة او ساعة اكس بوكس تسع فيديوات تقريبا حتى هذه اللحظة السبوع الجاية راح نكمل ان شاء الله اننا وقفنا عشان المقارنة وكذا فكل الجهتين تقريبا كل واحد لها ساعة تحسون الروابط القائمة نفسة او البلاي لست حتى كل جهاز موجودة في الأسفل بسم الله الرحمن الرحيم اول نقطة راح نتكلم فيها فهذه المقارنة هي التصميم راح نتكلم عن تصميم الجهازين مقارنة بينهم طبعا ما راح اقارن من ناحية اي جهاز تصميمه والله اجمل او انه هذا جهاز وتصميمه رهيب وهذا جهاز تصميمه قبيح كذا لا ابدا لانه جميلة تصميم هذه تعتمد عليك انت وعلى ذوقك في النهاية لكن انا راح اتكلم من ناحية ايهم عملي اكثر يعني احنا عندنا نعمشي جهاز الاكس بوكس خلا نبدأ فيه من العلمين فجهاز الاكس بوكس اوكي يعني كجمال التصميم انا لي دخل انتو حكم طيب لكن كحجم الجهاز لامانة كبير كبير جدا يعني ما اخبي عليكم ان عندي في البيت مثلا هو حين اكبر جهاز عندي في المكتبة وبسبب حجم الحين صار مضيق على باقي الاجهزة لدرجة انه راح اطرشري مكتبة جديدة لامانة او طاولة جديدة خلنا نقول بلاي ستيشن حجمه ممتاز يعتبر حجمه صغير ليش؟ ان بلاي ستيشن 4 حجمه تقريبا يعتبر مساوي للبلاي ستيشن 3 سلم اللي هو يعتبر اصلا صغير وغير انه اصغر الجهاز تقدر تحطه بالطول او بالعرض ما عندك مشكلة فقالت لما تحطه مثلا يعني تحطه الجهاز واقف هذا الشي راح يوفر عليك مساحة كبيرة الاكس بوكس عيبة انك ما تقدر تحطه بشكل عمودي مايكروسوفت اعنى وهذا الشي بشكل رسمي قالوا حطيته بشكل عمودي اي مشكلة تصير للجهاز هم ما لهم علاقة وتصير هذي غلطتك انت فالبلاي ستيشن لما زرفته الجهاز فيصل البيت عندي ودربته وحطيته في مكتب كده حسيتنا ما اثر ابدا حطيته بشكل عمودي وابدا ما صارت اي مشكلة بعكس الاكس بوكس اللي حاصلي دعوه شوي فلو متكلم نحت عملية تصميم الجهاز نفسه انا شوف انه بلاي ستيشن يتفوق في هذا النقطة خلنا نتكلم عن الجهازين تقنيا طيب عندنا هنا جهاز الاكس بوكس معالجة ثمانة انوية اي ام دي اقوى تقريبا ثمان مرات من جهاز الاكس بوكس 360 عندنا ذاكرة عشوائية كمان ثمانية قايقا عندنا هارد دسك داخلي خمسمائة قايقا الجهاز يدعم البلوراي الجهاز كمان يدعم الفور كاي بتقدر توصل فيه وسطة فور كاي بشكل طبيعي والجهاز تقريبا مايكروسوفت حطه فيه ثلاث انظمات تشغيل في نفس الوقت من ضمنهم ويندوز طبعا فالجهاز يقدم اداء جدا ممتاز وخصوصا مما يجي الموضوع للتعليد المهام جدا سلس رسومات جدا ممتازة واداء عالي بلاي سيشن فور كمان يجي بمعالج اي ام دي معدل ثمانية انوية اسمه جاقور وكمان يجي بالجيل الجديد من الجي بي يو ايضا من اي ام دي وكمان يقرالك بلوراي دي في دي هارد ديكس داخلي هارد ديكس هارد ديسك داخلي خمسمائة قايقا تقدر تبدل بنفسك في حال انك تبغى ولها من هذا كله عندك ذاكرة عشوائية ثمانية قايقا لكن جي دي دي ار فايف جدا اداها ممتاز وكثيرين شوفونا انها افضل من الموجودة في جهاز الاكس بوكس وون بشكل عام حسب يعني بحثت كثير في الموضوع حلقتنا كثيرين يقولون جهاز بلاي سيشن فور تقنيا اقوى بفرق بسيط جدا عن جهاز الاكس بوكس وون انه حتى الالعاب الموجودة على الجهازين مشتركة بين الجهازين غالبا نسخ الجهاز بلاي سيشن فور تظهر بشكل افضل شوي من نسخة الاكس بوكس اكس بوكس اكس بوكس وون على فكرة الهارد ديسك حق جهاز اكس بوكس وون اثمان تقدر تغيره و هو ثابت لك مايكروسوفت وعده و نقطع تشبك من خلاله هارد ديسك خارجي إذا تريد بحيث أنه في حال إمتال هاردسك اللي هنا تقدر أن تنقل أشياء كبرة ويصير تبدل وترجع وكذا جهازين ممتازين تقنياً هذا ممكن يتميز بسبب أنظمة التشغيل الموجودة فيه اللي تخليه أداءه جداً ممتاز هذا بالأرقام كهاردوير ممكن فيه أشياء أفضل من الموجودة في هذا الإكس بوكس فصراحة رحس الموضوع جداً صعب أتوقع كذا أنه شخصنا شوية عادل لأنه صح أنه ممكن نقول سوني أفضل طيب فرق بسيط لكن فعلياً مش هداك الفرق اللي مثلاً يخلي بلاي سيشن يمشي ونشوف ألعاب مثلاً تتكنسل هنا ولا شي لا أبداً بالعكس فرق بسيط ما حسنا مؤثر في قرار الشراء للجهاز فعشان كذا راح نحسبها تعادل الحين راح نتكلم عن أياد التحكم وأيهم أفضل بشكل عام الأمانة المقارنة هنا صعبة 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 جداً الجيل الماضي أتوقع أن الكل اللي يتفق أن ذراعي الأكس بوكس 360 كانت أفضل من الدور شاك 3 لكن الحين الوضع صار أصعب ليش؟ لأنه سوني طورت الدور شاك 4 بشكل جداً جداً ممتاز خلنا الحين نشوف اليدين بشكل عام الدور شاك 4 من أبرز الأشياء اللي موجودة فيها أو شي مسكتها جداً مريحة طيب حتى هذه مرة مرة مريحة لكن خلنا نشوف تقنيات الموجودة هنا والأضافتها سوني دوش اكفور أول شي عندك ليتبار هاللي في الخل طبعاً هو لها عدة وظائف مهنا مثلاً يخلي دوش اكفور تتحرك كأنها موف نفس وظيفة الموف اللي كنا استخدموا في جهاز بلاي سيشين ثري اللي هو اللي كان يتحرك كذا عشان ألعاب النصقوم هذيك غير كذا عندكم اللي هي التراغر تراغر تحسنت كثير وصارت تنفع لإطلاق النار مو مثل حقة بلاي سيشين ثري التي تحسسنها لمكات مناسبة بعكس حقة 360 الانالوج تحسن كثير صار يمسك في اليد أحسن من أول في عندك هنا مساحة لللمس صارت موجودة وألعاب صارت تتخطيبها بشكل متنوع في ألعاب مثلا زي Infamous فيما قاطع في اللعب يقول مثلا حط بصمتك عشان تمشي فهنا صار تقولك أضغط بأصبعك هنا فيتعرف على بصمة وعندك هنا زر Share وزر Option جدا صراحة اليد ممتازة بالنسبة ليد تحكم الأكس بوكس طبعا برضا مسكتها تحسنت كثير صارت أريح من أول وهي أصلا كانت ممتازة أنا معجبيني أنالوج جدا أماكنهم ومعجبنا طرفها صايرة خشنة فتحسنها فعلا تمسك أفضل من يد بلاي ستيشن على الأقل هذا راي ترقر تحسنت وممكن من أبرز الأشياء اللي موجودة فيها هو نظام الهزاز الذكي فتعندك حتى هو موجود في الترقر الخلفية رح يكون فيها هزاز وبعدين تعرف أنه حين يصير الهزاز من جهة اليمين فقط من جهة اليسارية مثلا وانت بعب فورزة خلنا نقول مثلا أنه سيارة حكت بجدار مثلا من جهة اليمين رأتحس أن الجهة اليمنية هي الجالسة تحتز فقط دون الجهة اليسرى شي ثاني برضا نسيت أني أذكره هنا معلاش في دوشاك فور أو خلنا نقول حاشتين نسيت أذكرهم اللي هي سبيكرز الموجودة هنا يعني قد تلعب بعض الألعاب في أصوات رح تطلع من اليد على حسب الشيء اللي قاعد يصير في اللعبة على سبيل المثال مثلا خلنا نقول في كيلزون مثلا ممكن يجيك شخصية مثلا يعطيك أوامر أو شيء رح تسمعها من اليد يطلع الصوت من هنا وصافي وين سمع وكوشها كويس غير كذا يد دوشاك فور تقبل أي سماعة يعني هاته ممكن أنك تجيب سماعة بيتس مثلا كبيرة وتشبكها وتقدر تلعب خلص ما تحتاج ساوند سيستم ما تحتاج مثلا تشتري سماعة مخصصة لدوشاك فور مثلا أو مثلا تجيل الماضي في شهاك نشترنا سماعات مخصصة بلايس سيشنا وإكس بوكس عشان تغنيهم مثلا عن مسرح منزل عشان تقدر تجيب سماعة أي سماعة تشبكها هنا ورح تشتغل بشكل طبيعي جربتها مع سماعات بيتس وكانت آها جدا ممتاز للأمانة صراحة اليدين كلهم 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 ممتازين بصراحة وكل واحدة يميزها شي عن الثاني لكن يعني لو بنشوف التكنولوجيا والأشياء اللي ضافتها سوني في الدوشاك فور أنا شوف أنها حرام إنها ما نقول إنها هيلي تنتصر صراحة في هذه المقارنة لأنه يعني صار فيه طوضات كبيرة جدا في هذه اليد مقارنة باللي قبلها هذه برغو تحسنت كثيرا هي أصلا كانت ممتازة فهذه تحسنات إنه ما كانت هذيك كبيرة جدا بس ثنائي خلني قولها الزاز الذكي ما أحس إنه يعني فيه هذاك الشيء الخرافي لكن هنا يعني مثل ما قلت لكم ترجع تحسنت في مساحة لللمس في عندك سبيكرز في عندك تشبك أي سماعة غير اللايت بار له وظائف مختلفة مثل ما قلنا فحس هنا إنه في هذه المقارنة سوني كما تتفوق مرة ثانية في تصميم دراعة التحكم مش سيئة قلتكم مش سيئة أبدا لكن هذي قدمت أشياء أكثر بالنسبة لأوامر الصوتية في الجهازين كلهم ممتازين طبعا للأسف إحنا ما معنا كاميرا هنا الخاصة الجهاز بلاي ستشن فور فما قدرت توريكم إياها لكن جربتها عند بعض الشباب الكاميرا اللي موجودة مع الاكسوس 1 نحن نعرف إن هي الكنكت اللي موجودة مع بلاي ستشن هي بلاي ستشن كاميرا تسوي لك عدد وظائف حلوة يعني ممكن أنها تتعرف عليك عشان تسجيل دخول في بعض الألعاب الموجودة في البلايروم البلايروم المعرفة هي مكان يعني في مجموعة ألعاب بسيطة كده أتوقع نسوني بتسحب عليها بعد فترة مثل عددهم لكن عموما تأدي الغرض ممتازة ما عليها الأوامر الصوتية الجهاز تجيب الأوامر الصوتية بشكل جيد أحيانا تصير مشاكل طبيعيا حتى كانت تصير في مشاكل أحيانا لكن عدد الأوامر اللي أنت تطلقها للجهاز محدود جدا يعني بيعطيك شريط فيك كذا أومر تقيبة حتى ما توقع نتوصل عشرة فهي محدودة و تعدى غرض لكن في الأكس بوكس هتقدر تسوي أشياء كثير مع الكنكت أو شاي كنكت أداء جدا 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 ممتاز طيب فتعرف على شكلك أو حتى على الصوت طيب مجموعة أوامر كثيرة تقدر تسويها تعرف الصوت في الأكس بوكس أفضل يعني شوه من البلاي سيشن و كمان غير أنه بس نتعرف على الشكل مو بس نتعرف على شكلك حتى حلاليا نتعرف على شكلك يعني تجربت مثلا لعبة اكس بوكس فتنس اللي أنت تسوي تمارين رياضية يعرض لك مثلا مجموعة تمارين رياضية على الجهاز من المدربين حقيقيين والكاميرا تصير تصور جسمك فحتى العضلات و أنا أتحرق قداما أشوف العضلة مثلا هذي عضو حركتي يصير يطلع هنا لون أصفر مثلا شديت مرة يطلع لون أحمر ففيه كمية دقة مرعبة في الكاميرا الخاصة بجهاز الإكس بوكس و حتى في الألعاب تقدر تستفيد كثير من صوتك عكس بلاي ستشن في بعض الألعاب تقدر تأمر أمر يعني بصوتك بدون ما يحتاجك مثلا تقول إكس بوكس قولي الجملة مطلوبة و بيصير الأمر اللي تبغاه في اللعبة بشكل ممتاز فلما يجيب موضوع الكاميرا والأمر الصوتية أنا أشوف أن الجهاز الإكس بوكس 1 يتفوق على الجهاز بلاي ستشن 4 خلنا نتكلم نحين على الواجهة المستخدم طيب لما نتكلم على الواجهة سوني أو لا رحظة نحن نبدأ من اليمين مايكروسوفت خلنا نقول الواجهة الاستخدام فيها تشبه إلى حد كبير جدا واجهة ويندوز 8 أنتم وتشوفها أصبح راح تحس إنها ويندوز 8 صح إن الواجهة ممكن تكون معقدة شوي لكن مع الوقت حتى بتتعود عليها ويعجبك فيها أنك تقدر تعدل فيها أشياء كثير ولسه الواجهة قابلة هتتطور بشكل أكبر في المقابل سوني واجهة الاستخدام جدا بسيطة من تدخل أنت عندك شريطين واحد فوق واحد تحت واحد له مزايا خلنا نقول يقدم لك أشياء مختلفة غالبا لفوق رح يقدم لك أشياء خاصة بحسابك الشريطة اللي تحت رح يقدم لك الألعاب وأشياء الآب وتطبيقات وهذه الأشياء فهنا سهلة جدا هنا معقدة شوي لكن للأمانة شخصيا بعدما جربت الاثنين لفترة من الزمان أنا صراحة ارتحت أكثر لواجهة المستخدمة موجودة في الأكس بوكس وان تحس أنها مريحة أكثر ممتعة للعين أكثر وتقدر تسوي فيها أشياء كثير بعكس بلاي ستشن تحس أنها فعلا مخصة فقط للعب ممكن بعضك يقول لك إنه إيه إن هذا أنا اللي أبغى أنا أبغى لواجهة مخصة بس أني ألعب وخلاص أمشي فعلا هي تميل لكذا أكثر في بلاي ستشن لكن ويندوز ايت يا عيال ويندوز ايت موجود هنا فعشان كذا نشوف لما نتكلم عن نظام التشغيل في الجهاز أو خلنا نقول واجهة الاستخدام أنا نشوف إن الأكس بوكس وان يتفوق فرق ملحوظ هنا خلنا نتكلم عن التحكم في الجهازين من بعد أحنا نعرف إن الجهاز البلاي ستشن في تطبيق خاص له اسمه بلاي ستشن أب تقدر من خلال إنك تشيك على رسائل تشيك على تروفيز وتشوف أصحابك وكماً حتى تقدر تدخل على الستور طبعاً هو الستور مو موجودة تطبيق نفسها هو موجودة متصفح رح ينقلك على متصفح تقدر تشتري أشياء اللي تبغاها مثلاً ترجع البيت إلى جهاز بلاي ستشن فور فوقع الستاند باي أن تقدر من التطبيق تضغط إنه أبدأ حمل جهاز بلاي ستشن فور فترجع وتحصل الشيء اللي أنت شاريته أن تضرك في جهاز بلاي ستشن فور بالنسبة لجهاز الأكس بوكس فيه كما خاصية سمارت غلاس هذه برضه جداً ممتازة تقدر تشيك على أشياء كثير على جهازك الإكس بوكس تقدر من خلاله من خلال طبيق الإكس بوكس إنك تشوف الرساية تقدر تشوف الاتشيفمانس تقدر حتى تشيك على الفيديوهات اللي أنت سجلتها تقدر حتى إنه وهي حركة حلوة أنك تدخل على بعض الألعاب وتشوف الإضافات المطلوبة على سبيل المثال ديد رايزنج طيب إذا استخدأت سمارت غلاس مع لعبة ديد رايزنج راح يقدر يعطيني تفاصيل موجودة في الخريطة ما هي موجودة في خريطة اللعبة نفسها مثلاً في اللعبة مثلاً أحيانا أبغى أدور مثلاً مطعم في الخريطة حق اللعبة ما يبين لي وين مطعم فأكون أدور بنفسي أمشي إليه محصن مطعم في التطبيق يوريني محطة مطعم محل ملابس اللي هو يعطيك تفاصيل أكثر حتى بعض المهام لأنه في اللعبة المهام تجيك من خلال الجوال فلما يصير أن تجيك مهمة ولا شيء الجوال التطبيق راح يدك يصير ترد وتحط الجوال فنك وتسمع وش مهمة مطلوبة للأمانة أحس أنه كتحكم عم بعد وحتى حتى حتى شاشة ثانية أنت هنا تقدر تستخدم مثلاً الجوال وحتى كتابلت طيب تستخدمها كشاشة ثانية لبعض الألعاب مثلاً تستعرض الخريطة طبعا خلنا بديد رايزنج فيه الألعاب ثاني كما زيار زي ساساسنس كريد على سبيل المثال واتش دوكس مستقبلاً هنا برضه تقدر تستخدم التطبيق كشاشة ثانية تقدر كمان تستخدم الفيتا كشاشة ثانية تقدر حتى من خلال الفيتا أنك تلعب ألعاب بلاي ستيشن فور نفسها على جهاز الفيتا طيب فهذا شيء برضه كمان جداً جداً ممتاز ويعطي بعض يعني أبعد فاللعب واستخدام الشاشة الثانية فأنا متكلم عن موضوع الشاشة الثانية أنا متكلم عن موضوع التطبيق بصراحة أنا شوف أن الموضوع تعادل الكل قدم يعني شيء جداً ممتاز وحلو أنه لسه الموضوع قابل للتطوير الثانية عند بلاي ستيشن سوني أو عند الإكس بوكس ومايكروسوفت فأنا شوف فهذه الفقرة تعادل خلونا نتكلم حين عن مشاركة في الفيديو طيب نبدأ بالإكس بوكس الإكس بوكس خدمة تويتش إلى الآن ما شتغلت فيها حتى هذه اللحظة مايكروسوفت أعني بشكل رسمي راح يشتغل على الجهاز أنت حين تقدر أنك تشغل تويتش تتفرج عن الناس لكن لا تقدر تعرض لعبك من خلال تويتش فتويتش جاي إن شاء الله على الجهاز الإكس بوكس لكن الشيء تقدر سويل حين أنك أنت تقدر تسجل لعبك عادي من خلال أنك تقول للكينكت أنه ريكورد ذات فبيبدأ يسجل تقريبا ثلاثين ثانية أو أنك تقدر تدخل مثلاً على تطبيق الـ DVR موجود في الجهاز راح تقدر تسجل خمس دقائق كاملة وهذا كله وانت تلعب بشكل سريع جداً وميسر بعد ما تسجل راح تقدر تدخل وتعدل فيديو هذا تقدر تقسقص فيه تقدر أنك حتى تعرض على شاشتين تقدر أنك تعرض ثلاث فيديوهات مختلفة تقدر حتى أنك تسوي كومنتري على المقطع اللي أنت تسجلته تقدر حتى أنه أسجل المقطع وأقدر حتى أنه أصور نفسي بالكينكت وحطه في الشاشة الثانية بحيث أنه يصير ألعب من هنا وتشوفوني مثلاً من هنا فيه خيارات جداً وتضيف كمان إفكت عليه والحلو كمان فهذا الشيء أنك لما تسجل هذه المقاطع كلها راح ترفع كلها على الخدمة السحابية الخاصة بمايكروسوفت سكايدرايف وتقدر من خلالها تأخذ المقطع هذا ويستطيع أن تعدل بنفسك مثلاً على جهازك الكمبيوتر أنت تستخدم برامج مثل أدوب بريمير أو حتى مثلاً الأبل فاينال كت مثلاً اللي رايحك تقدر تأخذ فيديو وتستخدم معادي وكمان الإكس بوكس أجهزة التسجيل تدعمه إذا أنت عندك جهاز تسجل مقاطع ألعاب وكذا ما عندك أي مشكلة تقدر تسجل من الإكس بوكس عادي تشبك الحين وعيش حياتك إن شاء الله ما كنت نسيت شيء صح صح إن شاء الله ما نسيت شيء بخصوص بلايستيشن تويتش بشغال يستريم بشغال تقدر أنك حين على طول في أي وقت أنك تسوي سكرينشوت وترسلها لتويتر تقدر أنك تسجل فيديو ترفع على فيسبوك عادي ما في اليوتيوب لكن سني أعلن أنه راح يكون فيه قريبا أنك تقدر ترفع اليوتيوب هذا بالنسبة حتى للتسجيل صح فيه زر الشير في اليد هذا بشكل هذا هو زر الشير فيخليك تسجل بسرعة الشي اللي تبغاء وحتى أنك تسوي بشكل سريع وميسر الجهاز بلايستيشن 4 للأسف أجهزة التسجيل ما تدعم حاليا جهاز بلايستيشن لأنه جهاز بلايستيشن محمي فإذا أنسجلت شيء راح يكون فقط لجهاز بلايستيشن لكن سوني كمان أعلنوا أنهم راح يفكون الحماية قريبا ما أعلنوا مت بالضبط لكن راح يصير أنك تقدر تسجل الألعاب وتعدلها برا الجهاز إذا أنت تبغى براحتك بدون أي مشاكل وتسجيل هنا 15 دقيقة لإكس بوكس عندك 5 دقائق بس بشكل عام كلهم قاعدين يقدمون أداء حلو أنا حس أنه فكرة تسجيل والنشر مجال في الإكس بوكس جدا جميلة تقدر تعدل عليها وتسوي فيها أشياء جميلة بلايستيشن ممكن تعديل فيها مو مرة لكن عندك تويتش جاهز تويتش جاي هنا يوستريم كمان جاهز لكن بشكل عام إذا منقارم بين الاثنين ما شوف كلهم يقدمون أداء حلو لسه في تحديثات أكيد جاي و رح شوف فيه تطوير أكثر في الموضوع فمبدئيا أنا شوف أن هذه فقرة كمان تعادل بين الجهازين اللي هي مشاركة الفيديو و تعديلها و نشرها و هذا الشي خلنا نتكلم عن الاشتراكات الأونلاين الموجودة في الجهازين الأكس بوكس طبعا نعرف أن فيه عندنا أكاونتو قولد طيب أكاونتو قولد تقيبا رح يطلع عليك في السنة حوال 300 إلى 400 ريال على حسب يعني المحلات وتسعيراتهم لكن هي في هذا الحدود وش تحصل أشياء إذا صار أول شيء عندك أكس بوكس فتنس رح تقدر تلعبها بشكل مجاني حتى مو كل التمارين فيه تمارين لا رح تقدر تلعب أونلاين إذا أنت أكاونتك مش قولد ما رح تقدر تلعب أونلاين مع أخوياك كمان إذا أكاونتك مش قولد ما رح تقدر أنك تسجل مقاطع و تنشرها إلى أخوياك الموجودين في في الليستر خاصة فيك ما رح تقدر تسجل و ضبط أمورك و كده فهذه الأشياء كلها تصير موجودة عندك ذا صار أكاونتك قولد كمان مايكروسوفت الحين بدأت يحوم في حركتهم يعطونك ألعاب مجانية من وقت الوقت الواضح أنتهم باديين حتى اختياراتهم ممكن تكون غريبة شوي فالألعاب اللي يختارونها لكن تقريبا هذا هو كمان معظم من التطبيقات اللي موجودة ما رح تشتغل إذا كان أكاونتك قولد مثل نتفلكس و هذه الأشياء لكن إحنا عند منطقتنا هذه الأشياء ما تشتغل فغاربا ما رح نستفيد من هذا الشي في المقابل خدمة البلاس الموجودة في الجهاز البلاي ستيشن عجبت ناس كثيرين تقريبا نفس الشي رح تاخذ منك كاشتراك سانوي حول 300 ريال أو 400 ريال شيء كذا هي أرخص من الأكس بوكس تقريبا فرق 10 دولار لكن في المقابل خلنا شوف شو تسوي أو الشي نفس الشي ما رح تقدر تلعب أولاين إلا إذا اشتركت في البلاس إذا كانت بلاس ما رح تقدر تلعب أولاين هذا الشي في الجهاز البلاي ستيشن فور ثري عادي تقدر تلعب حتى لو أنت مو بلاس طبعا السبب اللي خلنا نسوان هذا الشي هو أن السيرفرات صارت غالية ومكلفة كثيرا فإبغان يعوضون هذا الشي غير كذا عندك الألعاب المجانية اللي تحصلها من سوني طبعا هم دم فتح طويلة قدوم الألعاب مجانية وصراحي نقول لك ألعاب ممتازة من وقت الوقت فعلا تدخل تحصل عروض حلوة ما تتفوت ألعاب كبيرة أسماء رنانة على رقلاتهم تقاه موجودة مجانية لأصحاب البلس وأحيانا تلاقيهم مختلفين موجودة بلاي سيشن تحصل أشياء مجانية تدخل على الفيتا تحصل أشياء مجانية تخش على بلاي سيشن فور بتحصل أشياء مجانية لكن عموما الحلو أن كلما تروح في أي جهاز من هذا الجهاز الثلاثة أكاونتك هو واحد للعاب مجانية يجيك بالهبل هذا غير أن أحيانا أصحاب البلس يحصلون قبل غيرهم مثلا يجربون من ألعاب بيتا أحيانا مثلا بيتا لشي معين مثلا أو ديمو مبدئي اللعبة أصحاب البلس تحصلونها قبل غير اللعاب مجانية كما رح تحصل خصومات على بعض الألعاب ألعاب جديدة تنزل وتحصل عليها خصم يخصوم لك يمكن ثلث القيمة أو شيء زي كده عليها غير كده في بلاي ستيشن أنت ترى ما تحتاج أن يكون أكاونتك بلس عشان أنك تسوي ستريمينج للعبة وتسجيلها وترفعها وتشارك مع صحابك أنت حتى ما تحتاج أكاونتك من يكون بلس عشان تقرس تفيد من معظم الأبس الموجودة مثل نتفلكس هذا الشي ما يطلبه فبشكل عام شخصيا أنا شوف أن خدمة البلس أو الاشتراك في البلس مغري أكثر مني أشترك في أكاونت القولد القولد أوكي مايكروسوط واضح أنهم بدوا يحتمون في أكثر من أول بدوا يقدمون أشياء حلوة مثلا زي ما قلنا أنهم بدوا يسعون العب مجانية أخيرا لأصحاب القولد لكن لسه مو كفاية حتى هذه اللحظة لأن سوني سابقينهم خطوات كثيرة في هذا الشي فأنا منتكلم عن اشتراك القولد والبلس أنا شوف أن البلس في البلاي ستيشن شي مغري أكثر من القولد في الأكس بوكس طب حين خلنا نتكلم عن الدعم المحلي عندنا هنا في سوقنا في سوقنا السعودي حتى هذه اللحوة طبعا جهاز البلاي ستيشن خلاص راح ينزل إن شاء الله خلال الأيام القريبة الجاي في الشرك الرسمي عندنا هنا في السعودية والخليج فالجهاز راح تحصل له دعم راح تحصل له ضمان راح تحصل كل شيء بالأسعار الرسمية من الشركة فكل شيء موجود سواء اشتراكات تكستوارات كل شيء حتى العاب مايكروسوفت والأكس بوكس وان للأسف حتى الآن ما تحدد موعد إطلاقه في السعودية ممكن بعضكم بس أن يقولون هل أنت عندك فكرة أو شيء مايكروسوفت ما حدده شيء إلا قبل فترة بسيطة تقابلنا مع مسؤولين أكس بوكس أوروبا هنا في السعودية جوا عندنا وكانوا يعني شوي يحلفوا لأنه يقولون احنا ما ندري متى يجي الإكس بوكس وان للسعودية ما عندنا أي فكرة ما نقدر نعطيكم أي معلومة ما نعرف حرفيا ما نعرف فالمشكلة مشكلة أنك تطلب جهاز إكس بوكس وان الحين هو أنه الأسعار عندنا في السعودية راح تكون غالية أكيد دعم الألعاب ما أدري يعني المتاجر احتمال سيرجيبه مو بأسعارها رسمية فهي ممكن كل شيء تحصل لنا أغلى شوي أي غير كده جهاز لو خرب عليك راح تضطر يعني ما تدري صعب من تثق من هنا في السوقنا ممكن يصليح لك جهاز إكس بوكس وان ما توقعنا في أحد عنده خبرة أن يصليح جهاز إكس بوكس وان فالأغلب لو تبغى يعني شيء على الضمان الجهاز عليه ضمان أنا هذا الجهاز جايبه من أمريكا مثلا وعليه ضمان من أمريكا لكن في حال لا قدر الله خرب علي راح أضطر أني أرسل الأمريكا ويرجع لي مرة ثانية سالفة جدا 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 طويلة فاااااا لما نتكلم في هذا النقطة للأمانة أكيد أنا شوف إن وضع سوني أفضل بكثير فعشان كده فتر لي راح كان أي واحد يسألني يقولنا ناخد بلاي ستيشن لأكس بوكس كنت تقول له يعني ريح راسك خذ بلاي ستيشن مو لأن هذا الجهاز سيء لا لكن هذا مو مننا هذا من مايكروسوفت نفسهم إلى الآن ما أوفر الجهاز بشكل رسمي فالواحد يخاف وواحد يكون منحوس شوي حرام أن يطلب الجهاز يتكلم فيه ويدفع ستمية ولا سبعمية ريال قيمة الشحن ويجي في الأخير خربان ويضا إرسل وروح يجيبه خسائر وكذا فالممكن يريحك فعلا أنك تطلب الجهاز اللي هو محصل دعم هنا الريدي اللي هو بلاي ستشن فلما يتكلم عن الدعم المحلي فهذا اللحظة بلاي ستشن فور وضع أفضل بكثير طيب خلونا حم الكيلة النقاط اللي اتكلمت فيها من قبل أوكي رح نتكلم عن النقطة الرئيسية طبعا أكثركم اللي تابعوني وتابعوا الفيديوهات اللي نزلناه وكذا يعرفون إنه فيصل اشتر جهازي بلاي ستشن هذا جهاز فيصل طيب فيصل سيف الاكس بوكس وان هو جهازي أنا طيب فكثير منكم كان يقولولي يقولولي أنت قاعدت انصحني بلاي ستشن لكن أنت فعليا أخذت اكس بوكس ليش؟ طبعا الوضع مو أنه تعصو ولا شيء لا أبنى خاص كبرنا على هذه الأشياء في النهاية نشتري أجلسة كلها في النهاية السبب اللي خلاني أخذ جهاز الاكس بوكس وان هو الشي اللي هتكلم عنه الحين وهي النقطة الرئيسية من هذا كله هذه أجهزة ألعاب طيب ليش نشتري؟ نشتري عشان نلعب فالسبب اللي خلاني أخذ اكس بوكس الحين هو الألعاب طيب طبعا هذا مو معنى أنه لازم تسوي زيه ترى مو شرط لا يعني كل واحد حسب راية خلنا الحين نشوف وش الألعاب اللي نزلت مع الجهازين جهاز الاكس بوكس الحين نزل بشكل رسمي في السوق للأمانة جهاز الاكس بوكس من ناحية ألعاب الطرف الأول خلنا نقول الألعاب الخاصة بجهاز الاكس بوكس وان والمقدمة على ديسكات ونازل السوق للمستهلك ومايكروسوفت ومثلين عنها بشكل عام بشكل خاص يعني خلنا نقول بشكل خاص بشكل أساسي يعني عندك هنا رايز عندك ديد رايزنج ثري عندك فورزا فايف هذا الألعاب الحين يعني ألعاب الدي وان على قولتهم كلها ألعاب يعني حلوة للأمانة فورزا طبعا لعبة ما عليها كلام لعبة جدا ممتازة ديد رايزنج لعبة حلوة أوكي ما هي ذيك اللعبة الخرافية لكن لعبة جدا جدا تونس رايز يعني اللعبة متوسطة نقدر نقول لكنها تجربة فريدة من نوعها طيب فهذه الألعاب الألعاب اللي تكلفت فيها مايكروسوفت الألعاب الطرف الأول اللي تكلفت فيها الألعاب صراحة يعني تسوى انك تاخذ الجهاز عشانها عموما بشكل عام يعني الألعاب الدولودبل اللي موجودة على الجهاز حتى الحين عندك مثلا زي اللي هي كيلر انستينك عندك اللي هي كرمسون دراجون عندك لوكو سايكل كلها ألعاب حليه وأوكي ممكن أبرزها اللي هي كيلر انستينك لكن عموما ألعاب الدولودبلع الجهاز حتى الآن مو هذاك الشي للأمانة يعني يشوف انها مرة مرة عادية كيلر انستينك يعني أوكي حلوة لكن في النهاية ما تسوى كثير في المقابل بلاي ستيشن ألعاب الطلاق العاب الطرف الأول احنا في عندنا مثلا كيلزون وعندنا ناك للأسف اللعبتين لعناك لعبة عادية ودائما الناس يخدموها كاللعبة ثانوية أنه تأخذها عشان في الغالب إذا عندك أخوان صغار أو الشي تسترمي عليهم ناكي يلعبونها وممكن أن تتشاركهم اللعبة الغرض يعني متتسلى بس حتى كيلزون ما يبهى ذاك المستوى للأمانة يعني كنت توقعها تكون شيء أفضل فألعاب الطرف الأول هنا تفوقت مايكروسوفت طيب على سوني في هذا الشي لكن خلنا نجي نشوف ألعاب الدون لودبل الموجودة على الجهاز البلاي ستيشن فور هنا أنا شوف أن سوني تفوقت بشكل كبير وش عندنا ألعاب مميزة موجودة كقابلة للتحميل في متجر بلاي ستيشن حصرية على جهاز البلاي ستيشن فور في عندنا كونتراست في عندنا فلاور في عندنا ريسوغان وهي أبرز واحدة حتى هذه اللحظة في عندنا تراين تو في عندنا ساوند شيبس كلها ألعاب جدا مميزة ألعاب جدا حلوة فلما نجي نقارن مثلا من الألعاب دون لودبل نشوف أن سوني تتفوق لما نتكلم عن ألعاب اللي نزع الجهاز في ديسكات ألعاب كبيرة يعني هذه اللي تكلفت الشركتين خلنا نقول مايكرو ألعاب اللي قدمتها وتكلفت عليها كانت أفضل على أقل بالنسبة لي بالنسبة للألعاب اللي هي موجودة على الجهازين عندنا هنا ق طائمة طويلة من الألعاب موجودة على الجهازين في نفس الوقت عندنا كالوف ديودي غوست في عندنا باتل فيلد فور في عندنا فيفا فورتين في عندنا ساسن سكريد فور هذه يمكن من أبرز الألعاب اللي موجودة في السوق موجودة على الاثنين طيب فوش في عندنا بعد فخلنا نتكلم الحين على الألعاب اللي جاية في المستقبل طيب فعام 2014 في مجموعة ألعاب جدا كبيرة جاية في الطريق على الأكس بوكس مثلا راح يكون في عندك تاتم فول نازل ان شارف مارس وهي من أبرز الألعاب اللي الحصرية لجهاز الأكس اكس بوكس ون والكل المتحمس لها حوال العالم في عندنا كمان ديستيني قادم للجهاز في عندنا دراغون ايج في عندنا العاب جدا كثيرة في عندكم كمان من الألعاب الحصرية في عندنا الكوانتوم بريك في عندنا دي فور في عندنا كمان اللي هي بروجكت سبارك في عندنا بلانتر سيزون بيزة غاردون مورفير ما عندنا في كلام هذي يومين راح تنزع جهاز بلاي سيشن فور لكن بعد فترة فهذه كل الألعاب تسوي انك تاخد جهاز الاكس بوكس ون عشانها على سواء الحين أو بعدين تهزب بلاي سي أرادت لها في الطريق العام القادم غير ألعاب مشتركة مثل ديستيني رح يكون في عندنا مثلا الانفاموس ساكن سن رح يكون في عندنا كمان لعبة انتشارت الجاية نقول ان شاء الله ان تشي سنة الجاية في عندنا كمان لعبة جوناثن بلو تيويت نس كمان جاي على جهاز بلاي سيشن فور في عندنا لعبة The order اللعبة اللي مطورينها شاب اللي كانوا مسكين غرد فور زمان كمان في عندنا لعبة اللي هي درايف كلاب لكفرود كل لعبة تطلاق لكن تم تأجيلها العام القادم فهذه كمان الألعاب كلها تس الجهاز بلاي ستشن فور عشانها فهنا الحين طرحت لكم الألعاب الطرف الأول اكس بوكس واللي نزلت مع الجهاز الألعاب دولودبل الموجودة عليه النفس الشيء بخصص بلاي ستشن الألعاب الطرف الأول والألعاب دولودبل وكما تكلمنا عن بعض الألعاب اللي جاية في المستقبل والألعاب الموجودة حالياً والمشتركة بين الجهازين فالفقرة هذي هي اللي بتحدد فعلاً أنت وش تاخذ تاخذ اكس بوكس وان ولا بلاي ستيشن 4 يعني أنا شخصيا ترى أشوف كل الأشياء المقارنة التي تكلمنا عنها من بداية الحلقة بالنسبة لي ممكن ما تعني لي أي شيء قدما هذه الفقرة بالذات هالي راح تكون الشيء الحاسم فعلا فأنت شفت ألعاب لإكس بوكس شفت ألعاب بلاي ستيشن وشوف وش يعني اللي أنت تنجذب لأكثر وتحسنك تبغى تلعب فيه أكثر أو ممكن حتى الأشياء التي تكلمت عنها من قبل برضا تتحدد قرار شرائك يعني إن شاء الله يكون قدمتكم كل اللي تحتاجونها في هذا الفيديو وإن شاء الله ما يكون نسينا أي شيء بخصوص الجهازين فعطونا رأيكم في التعليقات إذا لم تفضلون جهاز الأكس بوكس ون ولا جهاز بلاي ستيشن 4 ويعطيكم أفعال في علمتابعة وسامحونا إذا قصرنا بأي شيء سبحانك الله وما بحمدك أشنل لا إله إلا أنت أستغفرك وإعتوب إليك السلام عليكم